الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أحبتي في الله مستعين بالله جل في علاء نواصل حديثنا الرائق الماتع عن المحبة والمودة التي بين الصحابة الكرام وبين آل البيت عليهم السلام اتكلم اليوم عن متح وسناء سيدنا علي رضا الله وعلى آله كيف يمدح الصحابة كيف يسني على الصحابة بصفة عامة ثم يعود ويمدح الأنصار ويمدح المهاجرين في مرة أخرى ثم يوصي بالصحابة خيرا يقارن وهو يخاطب أتباعه لما كان خليفة المسلمين بعد سنوات طويلة يقارن بين الصحابة الكرام وبين إيه أتباعه الآن كأنه يوبخ أتباعه ويقول لهم من أنتم بجوار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا يقول لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا يشبههم منكم ليس حد منكم شبههم أبدا ليه يقول لقد كانوا يصبحون شعسا غبرا قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم وإذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم يعني لو ذكر الله عينهم تفض بالدم حتى تبل ملابسهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاءا للثواب الكلام ده موجود في كتاب نهج بلاغة صفحة 143 وهو أحد مراجع الشيعة وهو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضى أيضا يمدح أصحاب النبي عامة ويرجحهم على أصحابه وعلى شيعته فيقول رضي الله عنه وأرضاه موازنا بينه وبين الصحابة يقول ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا ما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما وصبرا على مضض الألم وجدا في جهاد العدو ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس المنون فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا فلما رأى الله صدقنا هكذا يقول سيدنا علي فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر لما وجد الله عز وجل الصدق قلوبنا وأننا نقتل أباءنا وأبناءنا وأعمامنا يعني حب الله وحب الرسول في قلوبنا أعظم من محبة كل هؤلاء لما رأى الله عز وجل رأى الله عز وجل منا كبت عدونا ونصرنا حتى استقر الإسلام ثم يقول ولا عمري لو كنا نأتي ما أتيتم لو كنا بنعمل مثل أفعالكم الآن ما قام للدين عمود ما قام للدين عمود ولخضر للإيمان عود شوف سيدنا علي عن ما ليعلي قدر الصحابة وقال شيعة وأصحابهم حوله الآن يقول الصحابة كانوا أفضل منكم بمراحل يقول لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عود وما قام للدين عمود وما خضر للإيمان عود ثم يقسم ويقول وأيّم الله لتحتلبنها دما ولتتبعنها ندما برضو كلم ذا في نهج البلاغة ثم يذكرهم أيضا مقابل شيعته المتخازلين ويأسف على ذهاب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيقول أين القوم الذين إذا دعوا أو أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقابلوه وقرأوا القرآن فأحكموه وهيّبوا إلى القتال فولهوا له يعني اشتقلوا جدا ولها اللقاح إلى أولادها زي كده الناقة اللي هي إيه لسه ولده وبتشتق إلى طفلها الصغير هذا يقول وسلبوا السيوف أغمادها طلعوا السيوف من الأغماد وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا بعض هلك وبعض نجا بعضهم قضى نحبة ومنهم إيمن ينتظر كما قال الله تعالى يقول خمس البطون من الصيام ذبل الشفاه من الدعاء صفر الألوان من السهر على وجوههم غبرة الخاشعين أولئك إخواني هم ذو الأحباب أولئك إخواني الذاهبون فحق لنا أن نضم إليهم ونعض الأيدي على فراقهم هذا أيضا في نهج البلاغ صفحة 177 هذا سناء سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه على أحبابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى رحماء بينهم سيدنا علي أيضا كما في نهج البلاغ أيضا صفحة 383 بيمدح المهاجرين من الصحابة في جواب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جميعا فيقول فاذ أهل السبق بسبقهم فاذ أهل السبق بسبقهم وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم اسمع مرة ثانية يقول فاذ أهل السبق بسبقهم وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم هكذا يمدح سيدنا علي المهاجرين ويمدح أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كذلك سيدنا علي يمدح الأنصار سيمدح المهاجرين بيمدح الأنصار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم ويقول هم والله رب الإسلام كما يرب الفلو يعني ربوه هنا تربية بمعنى الزيادة رب الشيء أي زادة يقول كما يرب الفلو اللي هو المهر الصغير لما نقعد نربيه ونطعمه نسخيه حتى يكبر فيقول أن هؤلاء زودوا الإسلام يقول مع غنائمهم بأيديهم الصباط وألسناتهم الصلاة فبالتالي هؤلاء هم الذين أقاموا عود الإسلام وجعلوا الإسلام بعدما كان في قلة بقى في كثرة بقى في قوة إيمان وكثرة عدد هكذا يقول سيدنا علي رضي الله عنه ورضاه وهو يمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو مدح مرة الأنصار مدح المهاجرين هنا أيضا يمدح المهاجرين والأنصار معا حيث يجعل في أيديهم الخيار لتعيين الإمام وانتخابه لما عزين نختار خليفة من الذي يقر ويختار خليفة لهم الصحابة هم دول أهل الحل والعق هم دول إيه إذا قالوا فلان خليفة فلان لا يصلح يبقى لا يصلح فيقول إبا يقول إنما الشورى للمهاجرين والأنصار إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا إن اجتمع المهاجرين والأنصار على رجل وقالوا هذا إمام وسموه كان هذا لله رضا ربنا بيرض هذا الشخص فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه واحد بقى يشز على الصف واللي يطلب ببدعة لأ يخمعوه ويرجع إيه إلى صف المسلمين مرة أخرى يقول ووالله الله ما تولى يبقى تاني إيه قام فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبا قاتلوه على على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى برضو الكلام ده في نهج البلاغة الجزء الثالث صفحة سبعة طيب سيدنا علي أيضا يوصي بالصحابة خيرا يوصي بالصحابة غيرا يعني يروي المجلسي وهذا من علماء الشيعة عن التوصي رواية موثوقة عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه قال أصحابه أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوهم فإنهم أصحاب نبيكم لا تسبوهم فإنهم أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا ولم يوقروا صاحب بدعة نعم أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا كلامنا موجود في مرجع الشيعة اسمه حياة القلوب للمجلسي المجلد الثاني صفحة 621 فبالتالي هكذا كان حال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وهو يمدح الصحابة ويتذكر أيامهم العظيمة ويذكر جهادهم في سبيل الله ويذكر حبهم لدين الله وأن الله عز وجل نصر الدين بهم وقامت دولة الإسلام على أكتاف هؤلاء الصحابة الكرام هكذا الحب المتبادل وهكذا الصدق والأمانة أن سيدنا علي يذكر مناقب هؤلاء الصحابة رضي الله عن الجميع فخب الله منكم نستكمل في اللقاءة القادمة إن قد الله البقاء واللقاء شك الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة